إلى فقراتنا الطبية لليوم ومع كل ما تحمله تجربة الأمومة من متعة ومشاعر وحنان تعاني الأمهات من الكثير من المتاعب مع الرضيع حديث الولادة خصوصا إذا كان الطفل الأول فما هي أبرز هذه المشاكل وكيف يمكن حلها؟ كل التفاصيل مع الاختصاصية في طب الأطفال في مركز إليت الطبي الدكتورة مها عبد المنعم صباحاً والدكتور أهلاً وسهلا أهلاً محمد يعني طفل صغير فجأة بيكون بإيداننا ما بنعرف نتواصل معه يمكن ما بنفهمه حس أنه لا حول له ولا قوة ويمكن من أول الإشارات للتواصل هي البكاء بكاء الأطفال قد يكون مستمر قد يكون له أسباب متعددة خلينا نبلش من هون ما هي أسباب بكاء الأطفال فعلاً أول حاجة بتقلق الأم في الأيام الأولى أو نقول في الشهور الأولى خصوصاً لو كانت أم الأول مرة هي بكاء الطفل وما بتكونش عارفة البكاء ده سبب وإيه إحنا عندنا أسباب بسيطة جداً للبكاء في الطفل زي أنه واجعين مثلاً عاوز الحليب بتاعه عاوز يغير الديبرز بتاعته عاوز فيه مغس في البطل الحاجات كلها أسباب بسيطة لبكاء الطفل والأم بسهولة ممكن تتعامل معها بس بتحتاج شوية تدريب وشوية تعرف كل بكاء في الطفل ليغ نغمة معينة بيكون يعني أنا شفت هالموضوع ببقابة اللي يمكن تلفزيونية أنه نغمات البكاء كل نغمة بتعبر على شيء معينة الأم بتتعود عليها مع الوقت بس هي الأم الأول مرة بيكون فيه صعوبة أنها تتعرف على كده ومع الوقت ومع تعودها على الطفل وكل ما بيكبر بتعرف النغمة دي عاوز حليب بتاعه وأنه هو ياخده النغمة دي لأ ماما غيري للديبر بتاعتي عشان أنا مش مرتاح فالأم مع الوقت بتتعود على الحاجات دي بس دكتور أحياناً بيكون فيه بكاء غير البكاء العادة الطبيعي بيكون بكاء عالي جداً مستمر ليه؟ طبعاً أكتر شكوى بتجلنا في العيادة هي البكاء الشديد وده بيزعج الأم وبيزعج الطفل لأم بتقدر تنام ولا الطفل نفسه مرتاح وبينام أكتر سبب بيجلنا العيادة هو الغازات الكتير اللي بتكون في بطن الطفل في الأيام الأولى يعني خلينا نقول يمكن في أول شهرين أو ثلاث شهور أكتر حاجة مزعجة للطفل وللأم هي الغازات اللي بتتكون في البطن ودي نتجة عن بعض العادات الأم بتكون لسه مش قادرة تتعامل معها مثلاً سواء مثلاً إن هي بتديله الرضاعة مش في أوقات منتظمة تكرار الرضاعة وفي أسباب تانية من ناحية الطفل إن بيكون لسه في الشهور الأولى ما تمش اكتمال الجهاز الهضمي بتاعه فده بياخد وقت بنعود الأم طبعاً إن هي إزاي تنظم الرضاعة إزاي إن هي تجشأ الطفل بعد الرضاعة إن هي بتشيله في وضع مستقيم وتخبط شوية على الضهر إن هالرضاعة بتاعته ما تكونش كل ما يعيط ما تدلوش الرضاعة بتاعته لا هو ليه مواعيد محددة المفروض ياخد فيها الرضاعة بتاعته طيب رح نسأل آخر سؤال على موضوع البكاء فيه فعلاً طفل هو صعب المراس كتير البكاء وطفل أهدأ أم لا؟ فيه يعني فيه طبيعة طفل بيكون هو طفل محتاج إن هو مثلاً تدلليه كتير تشيليه كتير يعني إحنا ما بنقولش ما تقلقيش على الطفل ده مش هيطلع مدلل كتير لا هو الطفل محتاج في الفترة الأولى إن الأم تشيله لأن هو فيه أحياناً بيكون ما فيش سبب لأن هو يبكي بس هو محتاج ماما تشيله وتدلعه شوية وتاخده جنبها بيهدى وينام على طول طيب رح أسألك عن شيء تنقسم حوله الآراء بشكل كبير جداً لف الطفل أو تأميط الطفل بلهجات أو الكافولة بيقول عليه كمان اللي هو بيجيب الطفل ويلفه أيوة شفتها في العيادة شكل مرعبي يعني فيه ناس بتقول إنه لأ جداً كويسة وبتقوي عظام الطفل وبتقوي عضلاته وبتخليه هادي آخرين بيقول إنه بتعصبه جداً ومش كويسة وشو الرأي العلمي هنا؟ أشوفي هو ما فيش رأي علمية عادة مكتسبة في المجتمع إن إحنا نلف الطفل كتير ممكن أكون معاها في أول شهر أو شهر ونص لأن الطفل اللي لسه مش بيتحرك كتير بيحس إنه هو لسه يعني المعتقد إنه هو بيحس إنه لسه في بطن الأم فبيتطمن وينام أو إنه هو محتاج إنه هو يكون يعني في درجة حرارة أعلى شوية من درجة حرارة المكان فإن إحنا نغطي ده بيحسسه شوية إنه هو مرتاحه بينام بس لو الطفل أكبر من كده وبدأ يتحرك الخطورة بتيجي إنه هو ممكن يحرك إيده ورجله فبيشيل اللفة اللي هو بتلف بيها سواء بطنية سواء أي حاجة وممكن يجيبها على وجهه فدي طبعاً بتمس الخطورة بالنسبة للطفل فيعني أنا ما بنصحش بيها للأعمار اللي أكتر من ست أسابيع بس أقل ممكن ممكن يعني هي طيارة برضو مش كل الأطفال بترتاح عليها يعني أنا شفتها في العيادة أمهاد بيقولوا لي آه أما بلفوا بينام وشفتها لا فهي بالإكسبرينس بتاعت الأم في بعض الكمان مثل ما تفضلت لتحضرتك هي فيه إشي كتير خاصة بالأطفال والسيدات اللي بتكون السيدة والدها وهيك بيكون فيه كتير إشي تقاليد عداد سلوا الأمهات مزبوط منا بيقولوا لنا أنه دهن طفل بالزيت خصوصا بطنه هل ممكن يكون دهن الطفل بالزيت أو بطنه خصوصا بيساعد بالشي للطفل أو لا شوفي عدرتك هو دهن الطفل مش هي عادة هي إحنا لما الأمة بتلاقي فيه غازات كتير في الطفل فإحنا بنقول لها عميلي مساج للبطن في حركة دائرية ممكن تستخدم الزيوت خاصة زيت الزيتوم بس في حدود لأن كمان الزيوت ممكن جلد الطفل يتحسس منها ويحصل عنده مشكلة لكن أنا بقول لها ممكن نستخدمه بكميات قليلة وعلى فترات متبعد عشان تعمل مساج للطفل لأن ده بيساعد كتير على أن الطفل يتخلص من الغازات اللي في البطن وبعض الأطفال بيكون عندهم نسبة من الجفاف في جلدهم فده كمان بيساعد على ترتيب بس مش بشكل مستمر ومش بكميات كتيرة وتلاحظ لو الطفل حصل تهايك في جلده وتوقف طبعاً استخدم الزيوت طيب دكتور حكينا وحكينا عن المغس أو الغازات ما حنقول الأسماء التجارية أكيد ولكن كان فيه مشروبات متعودين منعطب الملعق للطفل بس ينمغس وفيه البعض بيشرب شاياً صون وفيه بعض المشروبات البلدية كمان بيعطوها الأطفال هل عندها فايدة فعلاً أو هي اشو في حضرتك اللي مسموح به في الطفل في أول ستة شهور المفروض قبل أنه يبدأ يأكل بس الحليب أو الأدوية اللي هي مخصصة للأطفال لا أنصح باستعمال أي أعشاب أو المنتجات اللي هي المشروبات اللي الأمة بتستخدمها للطفل ممتاز طيب حكينا عن الرضاعة وهي فقط المسموح ما لم يكون في أدوية موصوفة من الطبيب بس الرضاعة في أطفال الرضاعة الطبيعية بيرفضوها يعني بيفطم نفسهم مع أنه بنشوف أمهات بيكون عندهم مشكلة لقدام أنه يفطم أولادهم في أطفال بيكونوا في عمار أصغر وهم بيفطموا حالهم بيرفض الرضاعة الطبيعية والله لو كان بدأ من الأول أنه بيرضع من الأم كويس وبعد كده فجأة فجأة توقف عن الرضاعة فلازم نستبعد الأول السبب المرضي أن كل الطفل ده فيه مشكلة مرضية لأن فيه بعض الأمراض تشخصة بيجي لنا العيادة بس جاست أن الأم بتقولي الطفل ما بقاش بيرضع كويس فده طبعا لازم بعض الفحوصات لكن لو الطفل تدريجيا وقف الرضاعة فبنسأل الأم هل أنت دخلت الحليب الصناعي هل هو ابتدى ياخد الببرونا؟ بعض الأطفال بيرفضوا طبعا الرضاعة الطبيعية لأن أسهل له أنه ياخد الببرونا أسرع يعني ما فيش مجهود كتير أنه ياخدها فبيرفض تماما صدر الأم طيب دكتور رح أسأل سؤال بما أنه عم نحكي عن الحليب الترجيع يعني النصفال بيكون عندهم كتير ترجيع وبيتعبهم ووقات كمان بيخوفهم وبيخوف الأم شو سوف هالمشكلة وكيف هي الأم تتعاطم معه؟ طيب لما الأم بتجيلي العيادة بتشتكي أن الطفل بيشتكي من ترجيع لازم أسألها شوية أسئلة هل الترجيع ده كمية كبيرة؟ الترجيع ده بعد كل رضعة؟ هل الترجيع ده بيكون حليب ولا شوية زي الروب؟ وبنشوف وزن الطفل وبنشوف تطور الطفل لو هي كمية صغيرة مش مؤثر على وزن الطفل ما فيش مشكلة منها مع الوقت بتتحسن أما بيبدأ الطفل ياكل أو ندخله الأكل الصلب فده بيتحسن كتير دي بتكون نسبة صغيرة من الارتجاع لكن لو كمية الترجيع كبيرة وبتأثر على وزن الطفل وبعد كل رضعة لما ياخد الرضعة بتاعته يرجعها كاملة لازم تدخل طبي في المرحلة دي يعني دكتور أنا حابة تشكرك هي مرحلة ربما الطفل الأول هو الطفل اللي بنتعلم فيه كنا تعلمنا في الطفل الأول طب وبيكون خلط مبان خبرات أهلنا ومبان كمان الأراء العلمية والطبية اللي بكتير من الأحيان تعطينا المعلومات الأصح لكيفية التعاطي مع الطفل شكرا جزيلا على كل هالمعلومات الاختصاصية في طب الأطفال في مركز إليت الطب دكتور رمه عيو شكرا جزيلا شكرا لحضرتك شكرا لوقت